أعلن الجيش الأمريكي أن الحثيين أطلقوا ثلاث مسيرات من اليمن من دون وقوع إصابات أو أضرار وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أن سفينة تابعة للتحالف الغربي اشتبكت بنجاح مع أحدى المسيرات بينما تعاملت القوات الأمريكية مع الطائرة المسيرة الثانية فيما تحطمت الثالثة في خليج عدن من عدن ينضم إلينا مرسلنا ياسين الردوان نرصد معك كل تفاصيل لهذه المسيرات والاشتباكات التي حصلت تفضل نعم كارولينا إذن هي ثلاث مسيرات إحداها سقطت وأطلقتها جماعة الحوثيين من مناطق سيطرتها وسقطت في خليج عدن بينما تصدت قوات المهمة الأوروبية لأحدى الطائرات ودمرتها في المكان ذاته وكذلك أيضا قوات المركزية الأمريكية دمرت أحد المنظومات في هذه المنطقة وقالت أنه كانت تستهدف أحدى السفن في هذه المناطق وأيضا يسبغ هذه العملية عمليات أو عملية أخرى تم الإعلان عنها يوم أمس من قبل هيئة عمليات التجارة البريطانية لاستهداف إحدى السفن التي مرت بالبحر الأحمر وحدث انفجارين بالقرب منها على بعد 82 ميلا من الجهة الجنوبية من مدينة عدن وهذه الاستهدافات تتواصل بشكل مستمر أيضا بالتزامن مع إطلاق الحوثيين يوم أمس صاروخ باليستي مضاد للسفن وحدثت أيضا الشركة الأمنية البريطانية أمبري كل السفن التي تعبر من البحر الأحمر وخليج عدن من إطفاء أجهزة التتبع الخاصة بها وأيضا مشاركة أجهزة الاستخبارات والعمليات العسكرية التي تجري في البحر الأحمر وخليج عدن لمساعدتها في سلوك مسار صحيح لا سيما باتجاه الموانئ الإسرائيلية وأيضا تأتي ذلك مع إعلان السلطات اليمنية في الجهة الجنوبية الشرقية من إحباط عمليات تهريب قطع مسيرات أكثر من 75 قطعة لهذه المسيرات من ميناء نشطون في محافظة المهرة إلى الجهة الجنوبية الشرقية وأيضا تستمر عمليات التحشيد التي تقوم بها جماعة الحوثيين في الاتجاه الجماهيري أو حتى في الاتجاه العسكري لا سيما أنها يوم أمس حشلت حتى رجال الدولة وكباراتهم في ممثلة برئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين ورئيس الحكومة ورئيس أيضا مجلس النواب والشورى في عملية رمزية لاستعداد على ما قالوا للعمليات المحتملة للحرب مع أمريكا وبريطانيا حسب تصريحاتهم نعم شكرا جزيلا لك مرسلنا ياسين الرضوان من عدن